اشتركوا في القناة ومن المدهش أن هناك مجموعة من الأسليب المنتظمة ولكنها خوص غير سامة وبالتالي نستستخدم الملح في تنظيم العناصر الموجودة في المنزل فهو مفيد للغاية ووسيل رخيصة لاستخدامها قد لا تصدق أن الملح لديه العديد من الاستخدامات في جميع أنحاء المنزل بجانب أنه من التوابل وبعض قدرات التنظيف التي لا تصدق وإليك مجموعة واسعة من استخدامات الملح في المنزل توزيع الملح في جميع أنحاء المنزل وفائده العظيمة المدهشة أولا مقشر للقدمين الملح من أشهر مقشرات الجلد المنزلية ووسيل رعا جعل الأقدام والجسم يتمتع ببشره رائعة ويمكنك تخل الملح في العديد من الوصفات لتدليك القدمين في المنزل ثانيا الملح اللي إزالت بقع الملابس في حالة انسكاب أي سئل مثل خل على الملابس أو السجاد يمكن للملح امتصاصه على الفور مع منشفه رقية ثم تغطية الملح لتركه على السجادة لمدة عشر إلى خمسة عشر دقيقة وبعدها يأتم غسل الملابس أو السجادة وفي كثير من الحالات تمكنك هذه الطريقة من إزالة البقع الموجودة على السجادة ثالثا وداعا لبقع العرق هل تعاني من ترك بقع العرق على الملابس وتترك أثر أصفرا حول الليقات أو تحت الإبط وعند مسج عدة ملح من الملح في كوم من الماء وتدليك البقع بهذا الخليط حتى تذهب ثم غسل الملابس بالطريقة المعتادة رابعا التخلص من النملة الموجود في المنزل إذا كنت تريد أن تبقي النملة بعيدا عن خزانة منطبخة خصوصا تخزين المواد الغذائية أو النوافذ يمكنك تجربة الملح فهو الحل الصحيح من خلال وضع القليل من الملح على اعتباة النوافذ أو أي سطح أخر قد يتعرض لهجوم النملة يقلل الملح من مستويات الرطوبة في المنزل خامسا استخدام الملح في تلميع النحاس والفضة إذا كان لديك الحل المصنوعة من النحاس الأصفر والنحاس والفضة بالتأكيد ترغب في الحفاظ عليها نظيفة وكأنها جديدة عند استخدامها على أي حال مع مرور الوقت تتلاشى المعيد وهذا هو السبب للحفاظ على الحل المصنوعة من النحاس الأصفر والفضة نظيفة تحتاج إلى أن تعرف أن الملح هو الحل الأسهل لقدرتي على حل هذه المشكلة العمل على تحضير عجينة من خليط الملح والخل لفرق الحل المصنوعة من النحاس الأصفر والفضة لكي تبدو مشرقة بعد التنظيفة يعمل خليط الملح والخل كحل مثلي للتخلص من البقع والأوسيق سيدسا الملح لتنظيف نوافذ السيارات والمنزل كثيرا منا يحتاج تنظيف النافذة والتخلص من البقع العنيدة لحل هذه المشكلة من خلال الجمع بين بضعة ملعق كبيرة من الملح وجلون من الماء الدافئة عند استخدام هذا الخليط لفرق وتدليك النوافذ خصوصا الملونة بعدها تلاحظ أنها جديدة ولها تأثير مستمرة وعلوة على ذلك يمكنك استخدامها في تنظيف نوافذ السيارة سابعا تنظيف مصارف الغسالة خلط الماء السيخل مع الملح وسقب الخليط في حوض الغسالة يعمل الملح على إثبتة الدهون المتراكمة التي تسدى مصارف الغسالة والتخلص من راحة الحوض الكريهة ثمنا تجديد شباب البشرة عند الجمع بين الملح وزيت الزيتون وزيت اللافندر لعمل مقشر مدهش في حمام الاستحمام وعند استخدام الخليط لفرق الجسم بأكمله ثم الاستحمام لغسل الجسم الملح مقشر روع لتجديد الجلد من خلال إزالة خلايا الجلد الميتة تاسعا جعل الألوان أكثر إشرقا إذا كنت ترغب في استعادة الوهج الأصلي لستائر أو السجاد أو الألياف إليك الحال المدهش لهذه المشكلة الملح يساعدك في استعادة لونها عند غسلها بمحلول الملح مرة واحدة غسل قطعة قماش في المياه الملحة المركزة وفرق القماش قليلا بهذه الطريقة تتمكن من استعادة اللون ويصبح أكثر تألقا وإشرقا تساعدك هذه الطريقة في التخلص من أي بقع صعبة تواجهيها على الملابس عاشرا علاج الأسنين في المرة القادمة عندما تعاني من وجع الأسنين وقرح الفم من خلال عمل محلول الألماء الملحة واستخدام ماء دافئة ثم غلطة الفم بالسائل فهو غسل مدهش وله آثار مليينة إحدى عشر طبيض الأسنين الكثير يعاني من مشاكل الأسنين الصفراء الحل بسيط وفعيل من خلال خلطي كل من الملح وصود الخبز وعند تطبيق الخليط على الأسنين في أي وقت تحتاج إلي سوف تحصل على الأسنين بيضاء نظيفة إثنى عشر الملابس الجافة في الشتاء لكي تساعد في منع انكماش الملابس عند استخدام الملح في الغسول أنهائي للملابس هذه الطريقة مفيدة جدا إذا كانت الملابس عرض للانكماش بسهولة وبمجرد أن تجف الملابس تصبح لينة وغير قابلة للصداء سلاثة عشر إبعاد القواقع والرخويات كما ينطبق استخدام الملح في إبعاد النملاء عن خزانة المنزل على القواقع والرخويات أيضا ويبعاد القواقع والرخويات بعيدا عند رش الملح في الحديقة كما يمكن أن يمتص الملح التربة بشكل كبير ولكن حذرية استخدام كمية كبيرة حتى لا تؤذي الحديقة أربعة عشر التخلص من الدون الموجودة على السجاد من أشهر استخدامة الملح يزلت البقعة الموجودة على السجاد بطريقة فورية صب الملح على منشف ورقية وتغطيته وبمجرد امتصاص السجاد للملح يؤسدك في التخلص من البقعة وبعدها غسل السجاد خمسة عشر إزالة العلمات المائية من الأساس الخشبية خلط الملح مع القليل من قطرة الماء لعمل عجينة فرك العجينة على العلمات الموجودة على الأساس الخشبية حتى تذهب بعدها تلاحظ معين الأساس الخشبية ستة عشر التخفيف من اللدغات واللسعات نقي قطع من القطن في محلو الماء مالح ثم تطبيقه على أثر اللدغات واللسعات للمساعدة في تقليل الألم والالتهبات هذا الخليط يعمل بمثابة مطهرة سبعة عشر منع الترسبات من الالتساق رش القليل من الملح بطريقة عشوية على الجزء الأسفل من الفرن يمنع التساق الترسبات ويسهل من أزلتها ويحدث نفس الشيء عند تنظيف المقالية سمانية عشر تنظيف الواحة التقطية بعد تنظيف الواحة التقطية بالطريقة المعتادة وتشكل عجينة من عصير الليمون والملح على لوحة التقطيع والذي يجعل اللوح أكثر إشراقا والتخلص من أي رواح موجود عليه تسعة عشر إزالة بقعة دم من الملابس عند نقعة الملابس التي توجد فيها بقعة دم في خلط من الماء المالحة دلو ماء بارد مع كوب كبير من الملح وترك لبضاء ساعتها ثم التحقق من البقعية الموجودة على الملابس وغسلها بالطريقة المعتادة في الماء البارد وليس الدافئ أو الساخن عشرون منع الفكاهة من الإسمرور إذا كنت ترغب في منع الفكاهة من الإسمرور عندما يتم وضعها في صندوق الغذاء أو الشاشة نقع الفواكه في الملح لمدة دقيقتين في حوض به أربعة كواب من الماء مع ملعقتين من الملح واحد وعشرون التخلص من الثالث راكم المنتجات يوجد عدد كبير من الأفراد يستخدم مثبتات الشعر مع مرور الوقت يتلف فروة الرأس وللتخلص من أثر التراكم هذه المنتجات يمكنك مزج الملح مع عصير الليمون في الماء وترك الخليط لمدة يوم واحد قبل استخدامه وتطبيقه على الشعر لمدة خمس دقائق إثنان وعشرون تقشير البيض بطريقة أسهلة عند ثلق البيض في الماء المغلي والملح يساعدك في تقشير البيض بطريقة أسهلة ثلاثة وعشرون منع فقدان الألوان إذا كنت تعاني من فقدان ألوان الملابس أثناء الغسيل خصوصا المناشف أو أي شيء ملون للمرة الأولى يمكنك ضفة كوب إلى كوبين من الملح للمساعدة في ضبط اللون أربعة وعشرون تهدأة التهاب الحلق الغرغرة بالمحلول الملحية لعلاج التهاب الحلق عند الشيخوقة وحل القليلة من الملح في كوب من الماء الدافئ والغرغرة لأطول فترة ممكنة هذه التقنية مفيدة لعلاج قرح الفم وتخفيف وجع الأسنين خمسة وعشرون التخلص من بقية حرقة طعيم في الأطبيق هل تعاني من وجود بقية حرقة طعيم في الأطبيق؟ للحصول على المقلال نظيفة أفضل طريقة للتخلص من المواد الغذائية المحروقة في الأطبيق هو الملح فقط إضافة ملعقة كبيرة من إبسوم الملح إلى الماء الدافئ وفركة وشطفة المحلول لتقشير الطبقة المحروقة 26 التخلص من أوسيخ بلوت الحمام والمطبخ هل يبدو البلوت به طبقة من الأوسيخ؟ وللحصول عليه نظيف ولا مع المظهر عند مزج سائل غسيل الأطبيق مع الملح وحك البلوت به يؤسدك في الحصول على بلوت نظيفة 27 سلق البيض بسهولة إضافة نصف من العقة من الملح إلى الماء عندما تقوم به سلق البيض تساعدك في الحصول على بيض مسلوق أفضل 28 تترك القهوة الثرع على الأكواب وعند تطبيق الملح على إسفنجة غريقة في القليل من الخل ثم تدليك في حركة دائرية يساعدك في التخلص من بقية القهوة 29 تقليل انتفاخ العين نقع القطنة في المياه الملحة البارد ثم تطبيقها على الأماكن التي تعاني من الانتفاخ أسفل العينين للمساعدة في تقليل الانتفاخ 30 ترتيب الزهور الصناعية يمكن أن تتمسك وترتب الزهور الصناعية عند سكب الملح في إناء مضيفا إليه القليل من الماء البارد ثم ترتيب الزهور يصبح الملح صلب ويتمسك بالزهور 31 إصلاح الجدرون لملء الثقوب وإصلاح الرقائق من خلال خلط ملعقتين كبيرة من الملح مع ملعقتين نشات ذرة ثم إضافة ما يكفي من الماء حوالي عشر ملعق صغيرة بالتدريج لعمل عجينة سميكة ويستخدام المعجون في ملئي الثقوب 32 تقشير الشفاء هل لديك تشققات في الشفاء؟ تقرأ بأن تدلأ الجلد من الشفاء بهذا الشكل يمكنك محاولة شده وبالتالي عمل جروح للشفاء ويجعل الأمر أسوأ أفضل طريقة لإزالة هو ملح حفنة من الملح مع القليل من الفزلين لفرك الشفاء وتقشيرها من الجلد الميت 33 ردع الحشاش الضر في الفناء قد تواجه الحشاش تنمو بين الصخور وطوب المتواجد في فناء أو الطوب الموجودة على الرصيف أو أي كتل أخرى والحصول على فناء النصيف ترويد الشواء عند وضع القليل من الماء على القليل من الملح على الشواء لأنه أحد العناصر الأساسية لتهداءة الدخين ومستوى النار المستخدمة 35 علاج مشاكل الفم عندما تعاني من وجود قرح والخراجات من خلال استخدام محلول الماء المالح والتي أسعى الكثير منها إلى استخدامها في غرغرة الفم كل يوم وأشطف الفم بحيث الغسل يوميا يساعدك في التخلص من الراحة الكريهة للفم متابعين الكروم إذا استفدتم من هذه المعلومات فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وأتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر